اليوم تشارك دولة الإمارات العالم احتفاله باليوم العالمي للغة بريل الذي أقرته الأمم المتحدة في الرابع من يناير من كل عام بهدف تشجيع ذوي الإعاقة البصرية أو من يعانون الضعف الحاد فيه على القراءة والكتابة وتوطيد وجودهم الفعلي في مجتمعاتهم في التقرير التالي نسلط الضوء على جوانب من جهود الشارقة بهذا الصدد في الرابع من يناير عام 1809 ولد لويس بريل الذي فقد بصره في الثالثة من عمره ومع ذكائه الحاد وتعلمه الكثير طور الكتابة بطريقة الحروف أو الرموز البارزة التي تساعد المكفوفين على القراءة وهي ما نسب إليه لاحقاً فأصبحت لغة بريل ضوء يضيء العتمة هي الإمارات وهي الشارقة التي تعمل على أن يكون كل من عليها سعيد بالعديد من المراكز الخدمية فجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بجانب رعايتها لهذه الفئة فإنها اهتمت بتوفير واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة في طباعة بريل سواء في وسائل القراءة أو الكتابة إلى جانب توفير الطباعة على المعادن كتلك المستخدمة على المداخل أو المصاعد خدمات عديدة تخص لعاقة البصرية توفرها جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً منها الفصول الدراسية التي يتعلم فيها المنتسبون طريقة بريل التي تعد وسيلة ناجحة لتلقي المعرفة وضمان حصول المعاقين بصرياً وضعاف البصر على حق التعلم أما شرطة الشارقة فقد أهدت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً قانون الحماية من العنف الأسري بطريقة بريل وعلى مستوى الدولة أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الإعاقة مبادرة مجتمعية جديدة تتمثل بطباعة رشادات وتعليمات استخدام الأدوية بلغة بريل الخاصة بالمكفوفين وغيرها الكثير من الخدمات التي تعين هذه الفئة فمن قال إن الإعاقة لا يمكن تحديها بل والتغلب عليها